انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فقد صدر أمره يحفظه الله بالآتي أولا منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما من مساء الاثنين الثامن والعشرين من رجب لعام 1441 للهجرة الموافق للثالث والعشرين من مارس لعام 2020 للميلاد ثانيا تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن ثالثا يستثنى من منع التجول منسوب القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع ويشمل ذلك منسوب القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية هذا وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع إذ أن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة